موسيقى مساء الخير حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات المنى والهنى وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين الحلقة هذه رح تعجبكم وايد لأن حقيقة تخص جميع شرائح البشر بغض النظر عن طبقات الناس هي حقيقة خصصتها اليوم عن قانون الجذب الكوني قانون الجذب الكوني مصطلح أو مفهوم سنة نسمع وايد Law of Attraction بالإنجليزي قانون الجذب الكوني حقيقة صار من الأسرار التي لم تعد أسرار لأن موجود هذا العلم وهذا القانون منذ نشأة الطبيعة ولكن كان كاتبين عليه إلى أن مؤخرا بدت أو بدأوا العلماء يكشفون عن أسرار قانون الجذب الكوني اللي حقيقة الناس الناجحين فقط وهم حتما اللي يعرفون قانون أو قوانين الجذب الكوني لذلك حبينا أن نتكلم عنه بالتفصيل أكثر في هذه الحلقة على أساس أن الكل يستفيد من قانون الجذب الكوني ونقدر من خلاله نوصل إلى أهدافنا المبدأ في قانون الجذب الكوني بأن كل فكرة لها ذبذبات ماكو شيء إلا لا ذبذبات كل شيء إلا ذبذبات ذبذبات مو كل شيء ما نشوفها معناته مو موجود الملائكة موجودة بس ما نشوفها ربنا سبحانه موجود بس ما نشوفها إذن مو كل شيء مو موجود ما نشوفها معناته مو موجود الطاقة موجودة الـ vibration الـ energy موجودة الكلام لا طاقة كل كلمة لها ذبذبات أكبر دليل أنه لمن نسوي جلسة حق طفل بو شهرين أو شهرين اللي ما يفهم كلامنا لا باللغة العربية ولا بأي لغة ثانية ومع ذلك نسويها بلغة أجنبية وتجربة حقيقية سويتها أنا شخصيا وزميلتي كريستين وسترلند فرنسية نرويجية أخصائية الكينيزيولوجي فكان الطفل يبكي كثيرا ومن بعد الاختبار العضلي تبين بأن هذا الطفل في حالة حزن شديد بسبب الفراق طلع معنا مشاعر حزن وفراق أنا وياها كنا نتكلم بالفرنسي لأنها فرنسية فستر تقول تخيستاس سيباراسيون لما قلنا تخيستاس سيباراسيون الطفل أمه وأبو كويتين طبعا الطفل فجأة صار يصرخ بشكل جدا مخيف اللي أنا وكريستين حقيقة كنا جدا مذهولين ندري نهجي موجود بس شفنا فعلا حقيقة وهني تأكدنا فعلا أن كل كلمة لها فايبريشن لها ذبذبات لها انرجي وبالتالي تصل إلى الشخص الآخر سواء كانت كلمة أو فكرة نحق الأفكار أو الكلمات نحن مجرد نقول كلام أو نفكر في أفكار لا ذبذبات الذبذبات هذه ترسل سند إلى الكون الكون موجود في كل شيء نحن نبي فبالتالي لما أنا أفكر دائما في الشفاء أنا أشفى أنا قررت الشفاء أنا أشفى أنا قررت الشفاء في يوم الأيام بإذن الله رب العالمين الشفاء رح يوصل طبعا إحنا كمسلمين في عندنا أشياء إضافية لازم نضيفها لأن قانون الجذب الكوني براي مو كلة كامل على حسب اللي نوضع من قبل العلماء الأجانب وخاصة من قبل مؤلفين كتاب السر The Secret أو حتى علماء الكينيزيولوجي لأن إحنا جماعة الكينيزيولوجي نعرف قانون الجذب الكوني قبل لا علماء السيكرت يكتبون عنه ويطلعونه وكنا نستخدمه من عشرات السنين العلماء السابقين واتكلموا عنه منذ الستينات ولغاية الآن الستينات يعني من 1960 ولغاية الحين 2010 إذن قانون الجذب الكوني يعتمد على نوعية الأفكار اللي قاعد تفكر فيها كل فكرة لها دبدبة الذذبة قد تكون إيجابية قد تكون سلبية على حسب الفكرة فبالتالي أنت قد تجذب الشيء الإيجابي أو قد تجذب الشيء السلبي إذن نبي ننتبه على نوعية الأفكار الشيء الطريف بالأمر بأن وايد ناس واللي أنا اكتشفته ينجحون نجاح كامل في جذب الواقع السلبي يعني بمعنى ينجحون نجاح كامل وبامتياز مع مرتبة الشرف في استعمال قانون الجذب الكوني بالشكل السلبي وليس الإيجابي بمعنى أن يفكرون أفكار سلبية فعلى طول يصير يعني عندنا مثال لاحظت بأن إحدى المريضات عندي كانت تعاني من الكتف وأكتشفت بأن من خلال الجلسة أنه كان يتقدم الكثير من الخطاب لابنتها وكانت ترفضهم خوفة على بنتها وفجأة لم يعود يتقدم لها أي من الخطاب هنا لها عوار جدا قوي بالكتف راجعتني وتبين من خلال الجلسة بأن آلام الكتف لها علاقة بخوفها أن ليش الخطاب توقفوا فجأة عن تقدم إلى بنتها ونقدر ناخد صلاة بعد شوي إذا تكرمتو وتبين أن خوفها من فقدان بنتها خوفها من فقدان بنتها وهو اللي وقف من تقدم الأزواج أو الخطاب عشان يخطبون بنتها لكن بعد الجلسة رجعت بعد الجلسة راحت ورجعت بعدين رجعت طبعا ألام الكتف راحت ولكن الشي الأطرف بأن الخطاب اللي وقفوا فترة رجعوا مرة ثانية صاروا رجعوا مرة ثانية يتقدمون حق بنتها وتبين أن الخوف من فقدان بنتها راح تماما شو اللي صار اللي صار أن كثر ما كان في خوف من فقدان بنتها الفكرة هذه أرسلت إلى قانون الجذب الكوني مما أدى إلى أن تفاعل الكون معاها ووقف الخطاب بمأنه أنت يعنيش خوف إذن ما راح يتقدمون إذن سر من أسرار قانون الجذب الكوني أنك لما تطلب شي لازم تكون مقتنع فيه اقتناع كامل فيه واحدة ثانية تقول كما أروح النادي يطلع لي شي كما أروح النادي يطلع لي شي فما أقدر أروح النادي بعد الجلسة تبين أنه عندها توتر جدا كبير من الذهاب إلى النادي مما أدى إلى أن اللي صار أن كلمة تبتروح النادي يطلع لها شي من حيث لا تعلم وهذا من قانون الجذب الكوني لأنه من داخلها ماته بتروح النادي فيه عندنا حقيقة الكثير من الملاحظات حول قانون الجذب الكوني وفيه اتصالات كثيرة ولكن قبل لا أخذ الاتصالات حقيقة أود أن أشكر الأخت ربيعة أنا فتحت الكرت وصلني البوكي قبل البرنامج بدقائق حقيقة من رابعة رابعة علي وتقول في هذا الكرت الدكتورة الفاضل المونغريب تحية طيبة بمناسبة دورة تفكر في مرادك تحصل عليه التي غيرت من حياتي من الأفكار السلبي إلى الأفكار الإيجابية والكثير منها تحقق أثناء الدورة وبعدها والحمد لله وبهذه المناسبة أهدي إليكم هذه الباقة الجميلة من الورد تعبيرا وتقديرا لشخصكم الكريم فأرجو قبولها ونحن نتقبلها بكل رحب وساعة صدر وأقول لك ويد ويد مشكورة لأن أبو كيت ويد ويد حلو اخترابيها أشكرت شويد على الكرت ويمكن نبي ناخذها في اتصال اللي أنا عرفت إنها تصلت وقالت تبي تسوي مداخلة فإحنا ممكن ناخذها في اللحظة اللي هي تتصل فيها عشان ناخذ منها الملاحظات أكثر فيما يتعلق بنتائج قانون تطبيقها لقانون جذب الكوني اللي أتمنى أن جميع الناس يستعملونه بشكل جيد وحقيقة يبيل فعلا ممارسة يعني بمعنى أن كلما أنا بيمارس قانون جذب الكوني أبي أنتبه على الأفكار الشك أبي أشيلها أبي أنتبه على عدة أمور منها أني أنا أتخيل لأبي إلى آخره من هذه الأمور في عندنا حقيقة على ما يرجع الاتصال من السعودية اتفضل معي حياك الله حياك الله عبد الله دكتورة منك كيف حالك أهلا وسهلا فيك الله إذا خير وحقيقة أنا كنت من المحاولة الاتصال أكثر من المرة لوجود يعني مشكلة عندي أنا واحد من الأقربة عندي تعبان فعنده تعب نفسيا وأدى تعبه نفسيا هذا أنه ما عاد يستطيع أنه يتكلم بصعوبة والمشي يعني ما عاد يقدر يمشي وسبق أنه يقول قبل 15 سنة جته الحالة هذه بس أنه كان يمشي بس بدون كلام نعم وبعد فترة قبل 15 سنة بعد فترة رجع يتكلم عادي المرة هذه يقولون لا يتكلم ولا يستطيع يمشي فما أدري يا دكتور منا كيف الطريقة يعني إذا كان في عندكم يعني طريقة معينة أو حل معينة أو أن نجيب إلى القويت طبعا المسعودية نعم أجل لك خير أستاذ عبد الله شكرا لك حقيقة إحنا ما ندري سبب عدم مشي هذا الإنسان إذا كان فقط من الأسباب نفسية وضغوطات مر فيها حتما بإذن الله رب العالمين لا علاج وإن شاء الله رح يلاقي إذا كان